وإنفاذا للأمر الملكي السامي وفي إطار توجيه سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء سلمت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي لدفعة جديدة من الكوادر الوطنية من منتسبية الوزارة وأكدت وزيرة الصحة أن اعتزاز جلالة الملك المفدى وتثمين سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في صفوف الأمامية لتصدي لفيروس كورونا وكافة الجهات المساندة يمثل دافعا للمواصلة بنفس الوتيرة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مختلف الأهداف المنشودة في تصدي لجائحة فيروس كورونا مشيدة بجهود الموظفين وحرصهم للحفاظ على الأمن الصحي للمملكة عبر عطائهم من السمر في مواجهة الظروف الاستثنائية للجائحة من جانبهم أعرب منتسب وزارة الصحاء الذين تشرفوا بتسلم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي عن فخرهم واعتزازهم بأن يكونوا ضمن المكرمين من فريق البحرين لفتين إلى أن هذا الوسام يعد دافعا لبذل المزيد في خدمة مملكة البحرين ودعم تقدمها وازدهارها